اليسر واحد اثنين ثلاثة احنا بنقول كده ادي الحكاية طيب على نفس اللي حضرتك تفضلت بي يا مولانا الحديث عن انه المصريين في العقود الاخيرة خاصة يعني يكتب هكذا او يقال هكذا اليوم دين لوحدهم دين للمصريين لوحدهم يقولون بأشياء ليست معمول بها في مواضع اخرى يتحدثون بأشياء مختلفة عما معمول به في اماكن اخرى يقرون مثلا الذهاب للاضرحة وللاولياء وكذا حتى البعض انه يعني انكر زيارة المصريين لمساجد البيت رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ويعني ان هذا ليس من المعمول به وليس من المأخوذ عنه وانما علينا ان نزور المكان الوحيد هو يعني قبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اما غير ذلك فلا هكذا يقولون ويقرنها على المصريين يعني شمعنا دلوقات سيدنا النبي ده بشر ومع سيدنا ابو بكر بشر ومعهم كمان سيدنا عمر بشر فبيزورهم ليه بقى لا هي لا تعمى انما هي لا تعمى الابصار انما تعمى القلوب التي في السجور اللي الحقيقة انه كل ما يفعله المصريون يفعل من طنجة الى جاكارتا ومن غانا الى فرغانا انا لفيت الدنيا كلها لعليه المصريون ده مطبخ من طنجة الى جاكارتا ومن غانا الى فرغانا الدعوة بغير ذلك كذب ومخالفة للواقع ثانيا ما عليه المصريون كله مبني على الكتاب والسجن اولا هل يجوز بناء بنيان او علامة على الضريح نعم يجوز وما الدليل على ذلك يعني هنقعد في كل تفصيل في كل دقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون دفنه اوجد عنده علامة وقال علامة اعرف بها قبر اخي وحتى قاله اخوه في الله والاخوه في الرضاع والاخوه في كذا الى اخري واتشراحنا عرفوا بها قبر اخي طيب ابو بصير ابو بصير ده الراجل فدائي في صلح الحديبية السهيل ابن عمر جي وقال له يا محمد احنا نتفق على اتفاق اي واحد يمشي من عندنا لعندك تردهنا عشان احنا هنتغاص انه هجي واي حد من عندك يجي عندنا مش هنردهنا قال له طيب هو النبي عايز يفك الكماشة اللي تحت بتاعت مكة لانه متفقين مع خيبر انهم يهجموا على المدينة فعايز يحيد المكة قال له حاطب طيب فابو بصير وابو جندل ابن سهيل وابو بصير هربوا وعملوا دوشة وكتيبة يقطعوا بيها السكة على قوافل قريش قريش ضجت قالت الله ده مصالحنا كده هتروح واموالنا هتروح وانحنا بنحب الفلوس حب الروح فارسلوا الى سيدنا النبي وقالوا له محمد خد العالي احنا راجعين في كلامنا فالنبي فرح فارسل الى ابي بصير ابو بصير كان لسه راجع من معركة ومخبط له خططين بالسيف وبالرمحه بتاعه وبيحتضر فوصل الكتاب وهو يموت وعرف ان هذا من رسول الله يقول له خلاص الحكاية خلصت تعالوا بقى فوضعه على عينيه ففاضت روحه الشريفة موسى ابن عقبة بيقول ايش بالسند المتصل فمات فادفن في سيف البحر يعني في الشاطئ يعني بتاع البحر بالقربات صاحبته لانه المسجد اللي بني على بني ابي بصير كان على اهد النبي وعرفه وبنوا عليه مسجدا وأقره فبلاش كده وييجي بقى لانه مش فاهم قال لي بس البخاري قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد يعني ايه مساجد اللي انت بتلخبط مساجد هنا اللي هي المسجد بتاع سيدنا الحسين ده ما هوش كده مسجد ده مصدر ميمي في اللغة يصلح على الزمان والمكان والحدث اه